هو غريب جداً أن تصدر سفرة فرنسا بالرباط بيان حول حادثة وقعت بالنسبة للقناة التلفزيونية الفرنسية منعت في آخر لحظة فرحات مهني رئيس حركة الماك شأن يخص فرنسا والجزائر من الغريب أن تصدر السفرة الفرنسية في الرباط مثل هذا البيان والمضمون تعد البيان بقيت كل بعد عن المغرب المغرب لا دخل له فيما حدث بقناة سينيوز والمغرب لا دخل له بالخلافات أو حركة نشاط حركة الماكة الانفصالية ومطاردة النظام الحاكم لها وتصنيفها كحركة إيرابية أنا قلت تكلمت حول الأمر قلت ننتظر إذا كانت السفرة الفرنسية في تونس مثلاً ولا في طرابلس ولا في العاصمة الجزائر تصدر نفس هذا البيان ممكن جداً نقراوه من زاوية أخرى من زاوية أن فرنسا تحاول أن تعطي مبررة لنظام العسكر بأن الذي منئ من استقباله بقناة سينيوز له علاقات مع المغرب ممكن جداً في إطار ما نسموه عندنا في الجزائر رغم خلطه يعني هذه فرنسا رها تخلط بين الجزائر والمغرب بإقحامها للمغرب في موضوع لا علاقة للمغرب به وهو منأ رئيس حركة الماكة من الظهور بقناة سينيوز ترجمة نانسي قنقر